اهلا ومرحبا بكم اعزائي طلاب الصف الاول السنوي التجاري والفندقي وطلاب التعليم والتدريب المزدوج في حلقة جديدة من حلقات منهج مبادئ المحاسبة المالية اليوم ان شاء الله هنبتدي اولى حلقتنا في مقرر مبادئ المحاسبة المالية بالفصل الدراسي الثاني بتمنى ان شاء الله ان يكون فصل دراسي سعيد ويتوفقوا ان شاء الله بإذن الله في تحصيل اعلى الدرجات في الفصل الدراسي الحالي وان شاء الله بإذن الله تظهر النتيجة وتكونوا موفقين في الفصل الدراسي الاول ان شاء الله ختمنا حدثنا في الفصل الدراسي الأول عن القوائم المالية بالطريقة التقليدية وتعرفنا على الكيفية اللي بنوصل بها لنتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة وكذلك بيان المركز المال المنشأة قولنا بنعد بالطريقة التقليدية قائمتين أو مجموعتين من القوائم قوائم طبعا متعلقة بنتيجة أعمال منشأة من ربح أو خسارة وبنتكلمنا بالطريقة التقليدية عندنا الحسابات الختمية اللي بتضم طبعا حساب المتجرة وحساب الأرباح والخسار وكذلك أيضا القائمة الأخرى اللي هي طبعا بيبين المركز المال المنشأة وأوضحنا أننا عندنا بالطريقة التقليدية عندنا قيمة أو بيطلق عليها الميزانية العمومية بإحنا في ظل الطريقة التقليدية عشان نقدر نوصل لنتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة بنعد الحسابات الختمية اللي هي بتشمل طبعا حساب المتجرة وحساب الأرباح والخسائر وبنعد الميزانية العمومية اللي بيبين المركز المالي للمنشأة ده طبعا شكل القوائم المالية بالطريقة التقليدية وده طبعا اتعرفنا عليه في الفصل الدراسي الأول وعلى الكيفية اللي بنعد بها القوائم المالية بالطريقة التقليدية اليوم إن شاء الله ومع بداية الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله هنتعرف على الكيفية اللي بنعد بها القوائم المالية بالطريقة الحديثة وطبعا القوام المليئة بالطريقة الحديثة بنقتصر فيها على قائمتين أساسيتين القايمة الأولى وهي قايمة الدخل وقايمة الدخل هي اللي بتظهر لي نتيجة أعمال المنشأة من ربحة وخسارة بتبيان لي مجمل الربح وصافي الدخل مجمل الدخل اللي هو ممكن يبقى ربحة وخسارة وصافي الدخل اللي هو ممكن يبقى صافي ربحة أو صافي خسارة وطبعا كده أصبحت قايمة الدخل بديل عن الحسابات الختمية في الطريقة التقلودية بنستبدل أيضا الميزانية العومية بقيمة اسمها قيمة المركز المالي تعالوا نفتكر مع بعض الأول في بداية حدثنا ونراجع مع بعض خطوات الدورة المحاسبية وزي ما وضحنا في سابق عزيزي الطلاب احنا عندنا 8 خطوات للدورة المحاسبية اللي هي الخطوات المتتابعة والمتتالية اللي بيتم إجراءها خلال السنة المالية علشان نقدر نوصل لنتيجة أعمال المنشئة من ربحة وخسارة ونبين المركز المالي للمشروع عندنا 8 خطوات تعالوا نشوف مع بعض خطوات الدورة المحاسبية الراجعة مع بعض ونسترجعها ونعرف إحنا ليه في النهاية طبعا بنعد القوام المالية علشان عندنا هدف أساسي أو مجموعة أهداف من أهمها طبعا أن إحنا نحدد نتيجة أعمال المنشئة من ربحة وخسارة ونبين المركز المالي للمنشئة علشان كده ركزنا في الطريقة التقلضية على الحسابات الختمية اللي هي بتضم المتاجر والأرباح والخسائر والقيمة أو الميزانية العمومية كذلك أيضا في الطريقة الحديثة اللي هتبقى محور اتمامنا أعداد القوائم المالية بالطريقة الحديثة بتضم طبعا قيمة الدخل وقيمة المركز المالي خطوات الدورة المحاسبية عزيزي الطلاب 8 خطوات متتالية ومتتابعة أول خطوة فيهم تحليل العمليات المالية من واقع المستندات المؤيدة لهذه العمليات بعد ما منحلل هذه العملية أو هذه العمليات في ضوء قاعدة طبعا القيد المزدوج وفي ضوء مدخل تشخيص الحسابات زي ما أوضحنا أننا عندنا أنواع الحسابات حسابات شخصية وحسابات غير شخصية بتنقصب إلى حسابات حقيقية وحسابات اسمية ووهمية بعد ما بنحل العمليات لأطراف المدينة ودهنا قلنا بنسجلها في دفاتر اليومية وطبعا احنا مقتصرين على الطريقة الإيطالية اللي هي بنستخدم فيها دفتر واحد لليومية يبقى بنسجل عمليات بدفتر اليومية في ظل الطريقة الإيطالية أو في ظل أي طريقة وفق مجموعة الدفاتر المستخدمة في ظل هذه الطريقة ثم بعد كده بنحلل في الخطوة التالتة أو بنحل العمليات من دفتر اليومية أو من دفاتر اليومية إلى دفتر أو دفاتر الأستاذ وقلنا في ظل الطريقة الإيطالية بنستخدم دفتر واحد للأستاذ بعد ما بنحل عمليات دفتر الأستاذ بيتم ترسيد طبعا الحسابات بدفتر الأستاذ وبيتم إعداد ميزان المراجعة قبل إجراء التسويات الجردية ثم بعد ذلك بنقوم بتسجيل أو بإجراء قيود التسويات الجردية وترحيلها لدفاتر الأستاذ مرة أخرى وترسيد الحسابات ثم في الخطوة رقم 6 بنعد ميزان المراجعة بعد إجراء التسويات الجردية إذن القوائم المالية بيتم إعدادها في نهاية السنة المالية بعد إجراء أو بعد إعداد ميزان المراجعة بعد إجراء التسويات الجردية نعد التسويات الجردية ثم بعد كده نجيب أثر هذه التسويات على رصيدة الحسابات بدفتر الأستاذ ثم نعد ميزان المراجعة بعد إجراء التسويات الجردية وترصيد هذه الحسابات بدفتر الأستاذ ثم نعد القوائم المالية في نهاية الفترة المالية أو السنة المالية طبعا بتعد في الغالب في 31-12 من كل سنة وقلنا في ظل الطريقة الحديثة بنعد قائمتين أساسيتين أو هنركز على قائمتين أساسيتين من قوائم المالية وهي قائمة الدخل وقائمة المركز المال ثم في الخطوة الأخيرة بيتم إقفال طبعا كل الحسابات المؤقتة المتمثلة في المصروفات والخسائر والإرادات والأرباح إذن الخطوة الأخيرة في نهاية السنة المالية هي تسجيل قيود الإقفال وترحيل أو ترحيلها لدفتر أو دفاتر الأستاذ لبيان أصرها ثم نبدأ سنة مالية جديدة أو خطوات جديدة للدورة المحسبية من الأول تاني تحليل عمليات ثم تسجيل عمليات ثم ترحيل العمليات لدفاتر الأستاذ وأعداد ميزان المراجعة قبل التسويات ثم تسجيل قيود التسويات وترحيلها لدفتر الأستاذ ثم أعداد ميزان المراجعة بعد إجراءة التسويات ثم أعداد القوائم المالية في نهاية الفترة المالية أو المحسبية ثم تسجيل قيود الإقفال وترحيلها لدفاتر أو لدفاتر الأستاذ وزي ما احنا شايفين عزيزي الطلاب الدورة المحاسبية خطوات متتابعة ومتتالية بمتمثلة او بيتم اجراء طول السنة المالية الى ان نصل في النهاية للأهداف الخاصة بين اللي احنا عزيزينا وصلها وهي طبعا تحديد نتيجة اعمال المنشأة من ربح وخسارة وبيان المركز المالي للمنشأة تعالوا نشوف مع بعض القوائم المالية بالطريقة الحديثة والقوائم المالية بالطريقة الحديثة عزيزي الطلاب بتضم قائمتين القائمة الاولى وهي قائمة الدخل والقائمة الثانية وهي قائمة المركز المالي با احنا هنركز على قائمتين اساسيتين من القوائم المالية القائمة الاولى اللي هي قائمة الدخل اللي من خلالها بقدر اوصل لنتيجة اعمال المنشأة من ربح او خسارة وقائمة المركز المالي اللي بيبيان للمركز المالي المنشأة مال المنشأة من ممتلكات واصول وما عليها من التزامات وخصوم سواء التزامات لملاكها لأصحاب المنشاة أو للغير اللي هم غير الملاك اللي هم طبعا الخصوم أو الدائلون وما شبه ذلك من التزامات على المنشاة يبقى نركز على قائمتين الستين قائمة الدخل بديل للحسابات الختمية اللي هي كانت بتضم في الطريقة القديمة حساب المتاجرة وحساب الأرباح وخسار وقائمة المركز المالي هي بديل للميزانية العمومية تعالوا تعرف على أول قائمة منهم وهي قائمة الدخل بتبدأ قائمة الدخل اللي بتعد طبعا في نهاية السنة المالية بصاف المراعات نخبرنا أننا بنعدها في شكل رأسي قائمة في شكل رأسي وعندنا طبعا عمودين في الأول العمود الأول ده كلي يعني بنرحل فيه المبالغ الكلية والعمود اللي هو التالي اللي هو على طول اللي هو طبعا بنسميه كلي وجزئي يعني عندي عمود كلي وعند عمود جزئي الجزئي بطرح فيه أو بجمع فيه الحسابات الفرعية ثم برحل مبلغها إلى الجانب الجانب الكل طيب إزاي بقى ببدأ قائمة الدخل بصاف المبعات بطرح منها تكلفة المبعات عشان أوصل لمجمل الدخل اللي هو ربحة وخسارة لو خدت بلغة تلاقي إن مجمل الدخل ده اللي هو ربما يكون ربح وربما يكون خسارة كنا بنوصله في الطريقة القديمة أو التقليدية من خلال حساب المتجرة تفين بقى المشتريات وفين مرضوطات المشتريات وفين مسموحات المشتريات وفين المبعات ومروطات المبعات ومسموحات المبعات والخصم المسموح به والخصم المكتسب وكذلك المصروفات المتعلقة بالمشتريات هنا في ظل قيمة الدخل بنعد قوائم مساعدة أو جداول متممة لقيمة الدخل بنستنتج فيها صافي المبعات وتكلفة المبعات ثم بعد كده نطرح صافي المبعات أو نطرح تكلفة المبعات من صافي المبعات نوصل لمجمل الدخل اللي هو ربما يكون ربح إذا كان صافي المبعات أكبر من تكلفة المبعات أو ربما يكون خسارة إذا كان تكلفة المبعات أكبر من صافي المبعات يعني صاف المبعات قال لقلنا دي حالة بتبقى نادرة جدا وبتبقى موجودة في حالة او في ظل الكساد الاقتصادي ثم بعد ذلك بجمع كل المصرفات اللي كانت موجودة في حساب الأرباق في الجانب المدين بجمعها هنا في الجانب الجزئي وبضع مبلغها في الكل ثم كذلك بجمع الإراضات في الجزئي وهضع مبلغها في الكل وبقعنا اخبت بالنا ان المصرفات بتخصن من مجمل الربح يعني اذا كان في الغالب مجمل الدخل ده ربح هخصم منه المصرفات وهضيف عليه الإرادات وقلنا في الغالب بيكون ناتج حساب المتاجرة أو التجارة في البضاعة بيكون مجمل ربح إلا في حالات نادرة جدا بيبقى عندنا طبعا في حالات الكساد الاقتصادي بيكون عندنا مجمل خسار يبقى دي شكل قايمة الداخل صاف المبعات نقص تقليفة المبعات يديني مجمل الداخل اللي هو ربما ربح وربما خسارة بعد كده جمع كل المصرفات وخصمها من مجمل الربح ثم بعد ذلك بضيف عليه أو بجمع الأرضات وضف على مجمل الربح عشان أوصل في النهاية لصافي الداخل اللي هو في الختام إما يكون ربح وإما يكون خسارة السؤال اللي بيترح نفسه عزيزي الطلاب إزاي أقبر أوصل إلى صافي المبعات إزاي أقدر أوصل لصافي المبعات خد بالك معي صافي المبعات دي عبار عن إيه المبعات نقص مردوداتها يعني مردودات المبعات وخد بالك أن مردودات المبعات لها مصطلح تاني تعرفنا عليه في الفصل الدراسي الأول هو مردودات إيه؟ مردودات دخلة يبقى أنا أجيب المبعات إجمالي المبعات أو إجمالي أراضي المبعات أطرح منه أو أخصم منه مردودات المبعات أو مردودات دخلة اللي هي مردودات المبعات قلنا لها مصطلحية يأما بيطلق عليها مردودات المبعات يأما بيطلق عليها مردودات دخلة ثم الخطوة التالية أخصم منها مسموحات المبعات إزاي كان عندي مسموحات مبعات أخصمها من إجمال إراضي المبعات مع المرضودات كذلك هخصم أيضا الخصم المسموح به يبقى أنا أجيب إجمال إراضي المبعات واستبعد منه ثلاث حسابات الحساب الأول وهو مرضودات المبعات حساب الثاني مسموحات المبعات الحساب الثالث وهو الخصم المسموح به هجمع الثلاثة دول واترحهم من إجمال المبعات أو أقول إجمال المبعات بتساوي أو وصاف المبعات بتساوي إجمال المبعات ناقص مرضودات المبعات اللي هي مرضودات دخلة ناقص الخصم او ناقص مسموحات المبعات ثم ناقص الخصم المسموح به كده هوصل لصافي المبعات احنا فهمنا ان صافي المبعات اقدر اوصلها من خلال انه نجيب اجمال المبعات واستبعد منها مرضوداتها ومسموحاتها يعني مرضودات المبعات ومسموحات المبعات والخصم المسموح به تعالوا نشوف مع بعض في جدول ازاي هنقدر نوصل لصافي المبعات وعندي جدول متنم لقايمة الدخل بنجيب اول حاجة في الجدول بنجيب اجمال المبعات ونقول يخصم منه مردودات المبعات اللي هي مردودات دخلة زي ما وضحنا ومسموحات المبعات ثم بنترح ايضا الخصم المسموح به اللي هو بيطلق عليه ايضا خصم المبعات هجمع التلاتة مع بعض هجمع مردودات المبعات زائد مسموحات المبعات زائد الخصم المسموح به او خصم المبعات علشان اوصل لاجمال مجموعهم اللي هو زي ما احنا شايفين امامنا على الشاشة هطرح بقى اجمال المبعات من مجموع المبالغ التلاتة يدين على طول صافي المبعات الجدول الثاني عزيزي الطلاب اللي بيتم اعداده وهو تكلفة المبعات ازاي اقدر اوصل لتكلفة المبعات علشان اقدر اوصل لتكلفة المبعات الخطوة الاولى باوصل لحاجة اسمها صافي تكلفة المشتريات ركز معايا خبالك احنا جبنا صافي المبعات عن طريق ان احنا جبنا اجمالي المبعات استبعدنا منها مردودات المبعات ومسموحات المبعات والخصم المسموح به عايز اوصل لتكلفة المبعات علشان اوصل لتكلفة المبعات اول خطوة باجيب حاجة اسمها صافي تكلفة المشتريات تب ازاي اذا اوصل لتكلفة صافي تكلفة المشتريات تعال اخب بالك معايا بقى هاجيب المشتريات واضيف عليها اربع بصريف الموجود منهم مش شرط كل المصريف دي تكون موجودة في المنشأة او تكبداتها المنشأة في سبيل القصول على المشتريات بتاعتها او السلعة بتاعتها اللي بتجري فيها اللي هي بنطلق عليها الوضع يبقى جيب اجمال المشتريات وضيف عليها اربع مصروفات اول مصروف عندي مصاريف نقل المشتريات وده بيسمى نقل للداخل هضيف عليها ايضا ان يوجد عمولة وكلاء الشراء هضيف عليها رسوم جمركية على الوردات او المشتريات هضيف عليها تأمين على المشتريات يبقى جمع الاربع مصروفات دول او الموجود منهم وضيفوا على اجمال المشتريات بعد كده هقسم اربع او ثلاث حاجات اللي هما طبعا هخصم مردودات المشترات اللي هي مردودات خارجة خبالك ان مردودات المشترات بنطلق عليها مردودات خارجة يبقى هطرح مردودات المشترات ومسموحات المشترات وهطرح الخصم المكتسب او ما يطلق عليه خصم المشترات يبقى هجمع الثلاثة مع بعض وبعدين استبعدهم من اجمالي المشترات يبقى هاول حاجة هجيب اجمال المشترات عشان اوصل لتكلفة المشترات هجيب اجمال المشتريات هضيف عليها مصاريف نقل المشتريات عمولة وكلاء الشراء رسوم جمهورية على الواردات تأمين على المشتريات ثم بعد كده اخصم تلات مصرفات او الموجود منهم مردودات المشتريات او مردودات خارجة وكذلك مسموحات المشتريات والخصم المكتسب او بيطلق عليه زي ما اوضحنا عزيزي الطلاب خصم المشتريات هوصل في النهاية لصافي تكلفة المشتريات انا هدفي اوصل لصافي تكلفة المشتريات الهدف عندي ان انا اوصل لتكلفة المبعاد لكن حساب صافي تكلفة المشتريات دي خطوة او بنستخدم صافي تكلفة المشتريات في ايجاد تكلفة المبعاد ركز معايا واخد بالك بعد ما وصلت لصافي تكلفة المشتريات هضيف عليه بضاعة او مخزون اول المدة واستبعد منه او اخصم منه بضاعة او مخزون اخر المدة هاوصل الى تكلفة المبعات يبقى تكلفة المبعات عزيزي الطلاب هي عبارة عن ايه عبارة عن صافي تكلفة المشتريات زائد مغزون اول المدة او بضاعة اخر المدة ناقص مغزون او بضاعة اخر المدة خلي بالك انا قيمة الدخل عندي بتبدأ بصافي المبعات ناقص تكلفة المبعات اللي هترحهم من بعد واوصل لمجمل ايه الدخل علشان اقدر اوصل لمجمل الدخل من خلال قيمة الدخل بجيب صافي المبعات واطرح منها تكلفة المبعات صافي المبعات تعرفنا المبعات نقص مرضو دطة نقص مسموحات ناقص الخصم المسموح به تمام طيب وتكلفة المبعات عشان هو تصل لتكلفة المبعات فرقم واحدة جيب تكلفة المشتريات او صافي تكلفة المشتريات اللي هي بتساوي المشتريات او اجمال المشتريات زائد اربع مصاريف مصاريف نقل للداخل اللي هي نقل المشتريات عمولة وكلاء الشراء تأمين على المشتريات وقلنا رسوم جمهورية على الواردات أو المشتريات هنضيف الأربع مصاريف دول على إجمال المشتريات واطرح مردودات المشتريات أو مردودات خارجة واطرح كذلك مسموحات المشتريات واطرح الخصم المسموح الخصم المكتسب أو يسمى خصم المشتريات يبقى أنا هضيف المصاريف الخاصة بالمشتريات على إجمال المشتريات واطرح مرضودات المشتريات اللي هي مرضودات خارجة وكذلك مسموحات المشتريات والخصم المكتسب أو خصم المشتريات علشان اوصل لصافي تكلفة المشتريات بعد ما وصلت لصافي تكلفة المشتريات هجيب بقى تكلفة المبعات من خلال ان انا اجيب صافي تكلفة المشتريات اضيف عليه مغزون او بضاعة اول المدة اللي هي البضاعة الموجودة عندي في المخازن في بداية السنة المالية واطرح راسي المغزون او بضاعة اخر المدة اللي هو طبعا البضاعة او مخزون البضاعة الموجودة عندي في نهاية السنة المالية او الفترة المالية اوصل على طول لتكلفة المبعات يبقى تكلفة المبعات عبارة عن صافي تكلفة المشتريات زائد بضاعة اول المدة او مخزون اول المدة ناقص بضاعة او مخزون اخر المدة تعال نشوف مع بعض ممكن اعمل جدول كمان متمم لقيمة الداخل واخسب في هذا الجدول تكلفة المبعات اللي هي عبارة عن صافي تكلفة المشترات زائد مغزون او بضاعة اول المدة ناقص او يخصم منها مغزون او بضاعة اخر المدة اوصل على طول لتكلفة المبعات طيب السؤال بقى ازاي هجي لي سؤال على قائمة الدخل او القوائم المالية بالطريقة الحديثة بنفس الطريقة اللي كان بيجي لك عليها اسئلة في القوائم المالية بالطريقة التقليدية اللي هي الحسابات الختمية والميزانية العومية هيجي لك طبعا ارصدة مستخرجة من ميزان المراجعة او ارصدة ميزان المراجعة المستخرجة من دفتر الاستاذ او دفتر الاستاذ ويقول لك عد قائمة الدخل من واقع هذه الارصدة عد قائمة الدخل من واقع هذه الارصدة او عد قائمة الدخل وقائمة المركز المالي تعالوا نشوف مثال او تدريب نوضح من خلاله الكيفية اللي نقدر نوصل بها لاعداد قائمة الدخل من واقع ارصدة ميزان المراجعة احدى المنشآت بيقول لي في التدريب الاول استخرجت الارصدة التالية من دفاتر منشآت رحمة في 31-12-2020 وناخد بالنا عزاء الطلاب ان دي ارصدة ميزان المراجعة ومديني مجموعة من الارصدة وبعد كده بيقول لي فاذا علمت ان مغزون اخر المدة قدرة بمبلغ 20 الف جنيه المطلوب اللي عد فقط ايه اعداد قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 31-12-2020 وناخد بالنا عزاء الطلاب ان مغزون اخر المدة او بضاعة اخر المدة ده طبعا تبقى معلومة اضافية مع ارصدة ميزان المراجعة يعني ارصدة ميزان المراجعة او الارصدة المستخرجة من ميزان المراجعة بتقف عند اراد اوراق مالية يعني اخر رصيدة عند مستخرج من دفاتر الاستاذ هو اراد اوراق مالية لكن هم عملوا جرد للبضاعة وحددوا تكلفة البضاعة الموجودة او المغزون الموجود في اخر المدة وبيدهالي معلومة اضافية وبيقول لي ان مغزون او بضاعة اخر المدة بعشرين الف جنيه عشان نعد قائمة الدخل عزاء الطلاب خب بالك معايا هبدأ الاول ان انا اعمل صفحة لتمهيد الحل تعال معايا بقى علشان نبدأ ازاي هنحل او هنعد قائمة الدخل من واقع هذه البيانات المستخرجة من دفاتر منشائة رحمة اول حاجة هنعمل صفحة التمهيد تمهيد الحل صفحة التمهيد الحل اللي هحسب فيها صافي المبعات برافع عليك وصافي تكلفة المشتريات ثم تكلفة المبعات ثم بعد ما حدد بقى قائمة كده اعمل صفحة التمهيد الحل في كراسة اللي جابة بتاعتي هبتدي عمل ايه عزيزي الطلاب هبتدي على طول اعد قائمة الدخل وطبعا احنا عارفين شكل قائمة الدخل زي ما اوضحنا عندنا عمودين عمود للكلي ركز معايا عندي عمود للمبلغ الكل وعمود للمبلغ الجزئي للمبلغ الجزئية وعندي ايضا بيان بكتب في ارصدة الحسابات وبسطر بروحة كده خالص وبهدوء اعمل كده ايه قايمة او قايمة الايه قايمة الدخل هكتب طبعا على طول كده واحد القايمة المطلوبة مني قائمة الدخل واكتب بقى فيه واحد وثلاثين اتناشر وخبالك وإلي اشرين اشرين سنة اشرين اشرين هبدأ قايمة الدخل عزيزي والطلاب بحكتين هبدأ بصاف المبعات اللي هاستنتاجها من واقع البيانات الموجودة في ميزان المراجعة ناقص تكلفة المبعات صاف المبعات ناقص تكلفة المبعات طبعا الناتجين هيكون ايه برافو عليك مجمل الدخل اللي هو ربما ربح وربما خسارة وقلنا في الغالب بيكون ربح ثم بقى نقول يخصم منه اذا كان ربحه طبعا وتحت كده في الاخر الصفحة كده نسيب جزء صغير كده نقول يضاف اليه طبعا الارضات ما بتبقاش كتير في الغالب طبعا في التدريب طبعا نقصد مش في المنشاء وبعد كده ابتدي بقى ايه اروح على دفتر او ميزان المراجعة اللي هي الارصدة المستخرجة من ميزان المراجعة وبص كده بقى معايا وبيقول لي طبعا مخزون اول المدة مشتريات مصاريف نقل المشتريات مرضودات المبعات خاصة من مسبوع انت اول خطو عايز ايه انا عايز اوصل لصافي المبعات تمام يبقى علشان توصل لصافي المبعات لابد ان انت ايه تجيب المبعات نقص مرضوداتها نقص مسموحتها نقص الخصم المسموح الخصم المسموح بي طيب انا ممكن ملاقيش مسموحات مبعات عادي ممكن ملاقيش مرضودات مبعات عادي ممكن ملاقيش خصم المسموح عادي اللي تلاقيه استبعده من اجمالي المبعات يبقى هترجع لارصدة الميزان المراجعة وتمشي واحدة واحدة وتدور على المبعات بص كده معايا على الشاشة هتلاقيه عندك هنا هو المبعات بكام بتلتمية الف جنيه. اول ما سوف المبعات ده وتسوي المبعات dryer. ثم امشي خطوة خطوة. ستلاقيه عندك كمان ايه? من الارصد هتلاقيه عندك مرضودات المبعات بكام? ب² ألف جنيه. ستلاقيه عندك المرضودات الاقص اللي هي بĢ siglo ايه بعشرين هف جنيه? بعد كده هتلاقيه عندك خصم مسموح به BjSicc performing standard max 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 max. تلاف جنيه هتستبعاذه ايضا يبقى تقول نواقص عشر تلاف جنيه خصم مسموخ به. طب في حاجة عندي تاني في عندي مسموحات مبعات. مفيش عندي مسموحات مبعات. الارصدة اللي موجودة عندي في من الارصدة المستخرجة من دفاتر منشاة الرحمة جايب لي مبعات ومرضودات المبعات وجايب لي ايه الخصم المسموخ به. ما عنديش رصيد لمسموحات المبعات. يبقى في الحالة دي على طول هكتفي بالارصدة اللي جاب هان. يبقى صاف المبعات هتساوي. المبعات اللي هي بتلتمية الف جنيه. خب بالك معايا. ومرضوداتها اللي هي بعشرين الف جنيه. والخصم المسموح به. هطرح بقى المرضودات المبعات والخصم المسموح به. من المبعات هيكون طبعا تلتمية الف نص عشرين نقص عشرة. هيكون طبعا صافي المبعات ميتين وسبعين الف جنيه. يبقى انا كده قادرت توصل لصافي المبعات الخطوة الثانية يا عزيزي الطلاب انا عايز اوصل ليه لتكلفة المبعات لكن عشان اقدر اوصل لتكلفة المبعات لازم احسب صافي تكلفة المشتريات صافي تكلفة المشتريات يبقى الخطوة الثانية هاحسب صافي تكلفة المشتريات طيب صافي تكلفة المشتريات دي بتساوي ايه اول حاجة المشتريات زائد اي مصروف متعلق بالمشتريات اللي هم اربع مصاريف يا اما مصاريف نقل المشتريات اللي هو نقل للداخل يا اما عمولة وكلاء الشراء يا تأمين على المشتريات يا رسوم جمركية على المشتريات اربع مصاريف فقط المصاريف المتعلقة المشتريات هي اللي بتضاف على اجمال المشتريات ثم اطرح بقى مردودات المشتريات اللي هي مردودات خارجة برافو عليك واطرح كمان مسموحات المشتريات ثم اطرح الخصم المكتسب او خاص المشترات اوصل على طوله صافي تكلفة المشترات طب تعالوا بقى نروح لارصدة الحسابات المستخرجة من دفاتر منشهة رحمة اللي في التدريب الخاص بنا ونشوف اللي موجود من هاي من هاي الحسابات داخل هاي الارصدة تعالوا نشوف مع بعض اول حاجة عندي تسعين الف جنيه مشتريات طيب انا هاخد على طول الايه المشتريات اللي هي بتسعين الف جنيه ثم بعد كده هضيف عليها اي مصاريف متعلقة بالمشتريات نمشي بقى واحدة واحدة تلاف جنيه مصاريف نقل Audrey مشتريات يبقى انا هضيف عليها كمان خمس تلاف جنيه مصاريف نقل المشتريات ثم بعد كده ما عنديش اي مصاريف تاني متعلقة بالايه بالمشتريات كان عندي مصروف واحد فقط وهو مصاريف نقل المشتريات اببور على ارصد الحسابات او ارصد الحسابات بتاع منشأة رحمة او الخاصة بمنشأة رحمة عن عمولة قلاء الشراء مفيش رسوم جمهوركية على المشتريات او الوردات مفيش تأمين على المشتريات مفيش مفيش عندي غير مصروف واحد بس وهو مصاريف نقل المشتريات او بيسموه نقل للداخل هضيفه على اجمال المشتريات ثم بعد كده استبعد منه بقى مرضوضات المشتريات ومسموحات المشتريات والخصم المكتسب ادور على حاجة من التلاتة دول موجود معايا فلاقي عندي هنا ادور واحدة واحدة كده هل انا عندي مسموحات مشتريات هل انا عندي مرضوضات مشتريات عندي مرضوضات مشتريات فعلا بألفين جنيه مرضوضات مشتريات تبقى انا هستبعد ايه الالفين جنيه لمرضوضات مشتريات وعندي خصم مكتسب تمن تلاف جنيه لكن ما عندي هستبعد مرضوضات المشتريات اللي هم الفين جنيه مرضوضات المشتريات وهستبعد ايضا الخصم المكتسب اللي هو بكامع عزيزي الطلاب اللي هو خصم المشتريات اللي هو خصم مكتسب تمن تلاف جنيه هيكون الناتج بقى اقول تسعين الف زائد بالقالة الحسبة خمس تلاف ناقص الفين ناقص تمن تلاف هيكون الناتج عندي صافي تكلفة المشتريات خمسة وتمانين الف جنيه طيب خب بالك بقى ان بعض الناس بتقول ايه تعالى بقى يقولك ايه اجمع الاتنين دول يعني اقول ايه الفين زائد تمانية بنكسين كده وبعدين ايه اطرحهم الخمسة وتسعين الفية نفس الايه نفس الفكرة لو انا جمعت الفين زائد تمانية عشر عشر تلاف ناقص خمسة وتسعين الف هيديني خمسة وتمانين الف انا بسهل عليك الامور بقولك خد المشتريات وضيف عليها اي مصاريف بتعلق المشتريات واي حاجة مرضوط مشتريات او خصم مكتسب اطرحوا من بالقال حسب على طول هيطلع عندك الناتج صافي تكلفة المشتريات زي ما اوضحنا خمسة وتمانين الف جنيه يبقى انا عندي صافي تكلفة المشتريات خمسة وتمانين الف جنيه الخطوة التالتا انا انا جبت تكلفة المشتريات عشان اوصل لتكلفة المبعات بتساوي ايه بقى انا هكتب لك القانون بتاعشان ما تنسهوش بتساوي طبعا صافي تكلفة المشتريات برفع عليك زائد مغزون او بضعة اول المدة ناقص ناقص مغزون او بضعة اخر المدة يبقى بجيب صافي تكلفة المشتريات اللي جيبتها في الخطوة السابقة اضيف عليها بضعة اول المدة او مغزون اول المدة واطرح منها بضعة او مغزون اخر المدة يكون الناتج تكلفة المبعات تعالوا بقى ندور في التمرين احنا طبعا جبنا صافي تكلفة المشتريات بخمسة وتمانين الف جنيف الخطوة السابقة فاضل عندي بقى اشوف بضعة اول المدة بكام واشوف مغزون اخر المدة بكام بعدين اضيف اول واطرح اخر يديني تكلفة المبعد تعالى نبص مع بعض في التمرين وعندي اول حساب ظهر قدامك هو تقول ليه مغزون اول المدة خمسين الف جنيه بقى تقول زائد خمسين الف جنيه طيب وعندك في الاخر بيقول لك فاذا علمت ان مغزون اخر المدة قدره او قدرة بمبلغ عشرين الف جنيه اكيد هنطرح اخر بعشرين تعالى بقى اجمع معايا قول خمسة وتمانين الف زائد خمسين الف يديني كام مية خمسة وتلاتين الف هطرح منهم عشرين الف فهيبقى صافي او تكلفة المبعات على طول هتبقى كام مية وخمستاشر الف جنيه انت ما تطلقبتش بالقلل حسب على طول قول خمسة وتمانين الف اللي هي صافي تكلفة المشتريات زائد مغزون اول المدة اللي هو مواطع عندك في ارصدت ايه ميزان المراجعة بخمسين الف ناقص مغزون اخر المدة اللي هو مواطع عندك ايضا معلومة اضافية مع ميزان المراجعة بعشرين الف هيكون الناتج عندك طبعا مية وخمستاشر الف جنيه كده وصلنا لصافي المبعات اللي احنا عايزينها ركز معايا انا وصلت لصافي المبعات بميتين وسبعين الف ووصلت كده لتكلفة المبعات بمية وخمستاشر الف يبقى اروح على طول بقى على قيمة الدخل برافو عليك وبعدين على طول في قيمة الدخل بعد ما حددت صافي المبعات وتكلفة المبعات هقول بقى كده هوت على طول صافي المبعات واكتب متين وسبعين الف جنيه وهكتب تكلفة المبعات برافو عليك مية وخمستاشر الف جنيه هستبعد بقي صاف المبعث من تكلفة المبعث تعال استبعد معي بقي صافي المبعث اللى هم 207 ألف وانستبعد بينهم مائة وخشرف واخد بالك ان صاف المبعث اكبر من تكلفة المبعث يبقى عند لدينا المجمل إيه براهو عليك مجمل الربح يبقى عند مجمل الربح طب بكام اطرح بالالحظ بما mueتين وسبعين وبين كوسين كده هحط المبلغ اللى هنطرح من كوسين واطرح منه 115 ألف هيكون الناتج عندك مجمل الربح مية خمسة وخمسين الف جنيه بعد ما وصلت المجمل الربح هبتدي بقى هدور على المصرفات الاخرى اللي هي غير المصرف المتعلقة بالمشترات واوضحها في قيمة الدخل يخصم منه واي اقراض اخر هضيفه فين في قيمة الدخل يضاف اليه علشان اوصل في النهاية الى صافي الدخل اللي هو اما ربح واما صافي ربح واما صافي خسارة تعالوا نرجع بقى لارصدة ميزان المراجعة وطبعا مخزون اول المدة خلاص ملناش دعوة به اخدنا المشتريات مصاريف نقل المشتريات استخدمناها مرضوضات المبعات استخدمناها خاص بمسموع بوست تخدمناها طبعا لما جاء نحسب صافي تكلفة المشتريات وصافي تكلفة المبعات كذلك نوصل بقى لاجور الموظفين اي مصرفات حطوها في يخصم منه اي مصرفات غير مصاريف المشتريات فعندي اجور الموظفين يبهبع هنا على طول في يخصم منه في الجزء 18 الف جنيه اجور الموظفين اجور الايه الموظفين بعد كده امشي واحدة واحدة عندك مصاريف نقل المبعات ب15 الف جنيه مصاريف نقل المبعات طبعا اللي هي مصاريف نقل للايه نقل للخارج دي ملياش علاقة طبعا بحساب صافي تكلفة المشتريات ياخد بنا ما نتلقبتش مصاريف نقل المبعات ملياش علاقة بحساب صف تكلفة ومشتريات اللي لا علاقة مصاريف نقل المشتريات وبالتالي ده مصروف يخصم في قائمة الداخل عادي هخطه ضبعا ضمن في يخصم منه في الجزء خمستاشر الف جنيه مصاريف نقل المبيعات او بيطلق عليه عزاء الطلاب مصاريف نقل للخارج يبقى تاخد بالك انه مصاريف نقل للداخل دي نقل المشتريات لكن مصاريف نقل المراكس منقل للخارج وما تطلق بقىش في الجزء دي خب بالك احفظ المصطلحات قويس بعد كده عندي عشرين الف جنيه مصاريف ادارية عمومية يبقى هاخد ايضا المصاريف الادارية والعمومية بعشرين الف منه في قائمة ادارية وعمومية هتخصم ايضا بعشرين الف بعد كده عندي فوائد مدينة والفوائد المدينة ايضا تخصم لانها تعتبر من ضمن الخسائر اللي تخص الفترة هخط سبع تلاف جنيه فوائد مدينة كله ارصيدة دي طبعا بس ايه باخدها منين من ارصيدة ميزان المراجعة اللي هو مدهالي استخرجت ارصيدة تلاية من دفاتر منشائة رحمة يبقى انا خدت كده الفوائد المدينة بسبع تلاف جنيه طب اربع تلاف جنيه ديون معدومة او مصروف ايجار زي ما شوفنا جبنا طبعا من اين من ارصيدة دفاتر منشائة رحمة والارصيدة المستخرجة من دفاتر منشائة رحمة جبنا ايجار او مصروف الايجار ست تلاف جنيه وضعنا ضمن المصروفات في يخصن منه طبعا عندنا المبعات اخدناها قبل كده عشان نستنت اكساف المبعات وكذلك مرضوات المشروعات استخدمناها الخاص من المكتسب استخدمناها فاضل عندي في الاخير اراد اوراق مالية والاراد يضاف اليه بقى ضمن يضاف اليه حطي اراد اوراق مالية في الجزء بستة وعشرين الف جنيه اراد اوراق مالية انا كده عملت يا عزاء الطلاب خدت كل ارصيدة المصروفات الاخرى يخصن منه خدنا بقى اجور الموظفين ومصاريف نقل المبعات اللي هو نقل الخارج ومصاريف ادارية وعممية والفوائد المدينة وكذلك الدون المعدومة كل المصروفات اللي تخصت الفترة تخصم منه في قيمة الدخل هي نفس المصروفات اللي كنا بنحطها في الجانب المدين في حساب الارباح والخسائر خب بالك لما كنا في الطريقة التقليلية بنعد حساب الارباح وخسائر كنا بنحط كل المصروفات والخسائر اللي تخصت الفترة في جانب منه او الجانب المدين من حساب الارباح وخسائر هنا في قائمة الداخل هنقسمها هنجيب كل الجانب المدين من حصار بخصار في يخصم ايه منه طب والجانب الدائن كل الجانب الدائن اللي هو فوائد دائن اراد اوراق مالية اراد عقار اي ارادات اي فوائد دون معدومة محصلة اي فوائد او اي ارادات حصلت عليها المنشاة خلال السنة هبتدى ضفها ضمن الارادات في قائمة الداخل يضاف اليه انا كده طبعا خدت كل الارصدة واستخدمتها اللي يخصم منه وضعته في مكانه واللي يضاف اليه وضعته في مكانه ابتدي بقى اجمع اجمالي اجيب اجمالي المصروفات اللي هي تخصم من مجمل الربح واجيب اجمالي الارادات اللي هي تخصم من مجمل الربح عشان اوصل في النهاية كده عزيزي الطلاب لصافي الداخل وصافي الداخل طبعا اما انه يكون ربح واما انه يكون خسارة وانا هخليك تاخد بالك من جزء مغاينة ركز معي عشان تعرف هل هو ربح ولا خسار اجمع بقى 18 الف زائد 15 زائد 20 زائد 7000 بالالة الحاسب اجمع معي زائد 4000 زائد 6000 جنيه هيكون اجمالي يخصم منه اللي هي اجمال المصروفات والخسائر 70 الف جنيه طبعا ده هتخصم منين ده هتخصم من مجمل الربح عشان ده ربح فهستبعد منه ويخصم منه المصروفات هضيف عليه بقى اجمالي الاراضات مفيش غير اراضي الاوراق المالية ب 26 الف جنيه هطرح اجمال المصروفات الاول اللي هما 70 الف جنيه من مجمل الربح واضيف اجمالي الاراضات اللي هو متمثلة في اراضي الاوراق المالية 26 الف جنيه بالالة الحاسبة 155 الف نقص 70 الف زائد 26 الف واضح قوي جدا قدامي ان مجمل الربح والاراضات اكبر منين من الخسائر الاخرى او المصروفات وبالتالي يكون عند صاف الدخل هيكون طبعا صافي الربح هيكون عند صافي الربح لكن انا اقول لك على حاجة قول بقى مجمل الربح 155 الف ده ربح هتقول ناقص 70 زائد 26 الرقم طلع معك على الالحاسبة موجب يبقى في الحالة دي ربح طالما انا عندي مجمل ربح هطرح منه اجمال المصروفات وهضيف عليه اجمال الاراضات والفوائد والارباح الاخرى هيروك جاء على طول مديني لو طلع على الالحاسبة قدامي الرقم موجب يبقى ده ربح لان معناه ان الاراضات والارباح اكتر من المصروفات والخسائر يبقى عندي صافي الدخل في النهاية هيكون ربح اجمع بقى اقول 155 الف اطرح منها 70 الف جنيه اللي هي اجمال مصروفات بالالحاسبة اضيف عليها 26 الف هتلاقي طلع قدامك على الالحاسبة 111 الف رقم موجب مفيش جنبه سالب وبالتالي يكون عندي الناتج هنا ايه صافي ربح ب 111 الف جنيه يبقى اقول تاني عشان اجيب مجمل ربح جبت صافي المبعات استبعدت منها تكلفة المبعات ووصلت المجمل الربح عشان صافي المبعات اكبر من تكلفة المبعات بعد كده اجيبت كل المصروفات طرحتها من مجمل الربح اللي هما 70 الف وضفت عليهم اجمال الاراضات اللي هما 26 الف وصلت عندي على طول صافي الدخل اللي هو ربح بكان ب 111 الف جنيه دي الطريقة زي طلاب اللي بستنتج بيها او بعدي بيها قيمة الدخل وزي ما شوفنا عندنا جداول متممة بيتم اعدادها بتتمم قيمة الدخل قولنا اول حاجة بنعمل جدول كده او بطريقة حسابية بحسب من خلال صافي المبعات ثم احسب بعد كده صافي تكلفة المشترات ثم في الاخيرة جيب تكلفة المبعات والفرق من صافي المبعات وتكلفة المبعات بيكون مجمل الدخل اللي هو في الغالب بيكون ربح الا نادرا في حالات الكساد الاقتصادي بيكون مجمل الدخل الخاص بالتجارة في البضاع او في سلعة من السلع بيكون طبعا ايه بيكون خسارة في حالات الكساد الاقتصادي او حالة نادرة جدا ففي الغالب بيكون عندي صافي المبعات أكبر من تكلفة المبعاة يعني في الغالب بيكون عندي مجمل ربح القايمة الثانية عزيزي الطلاب المهمة واللي بنركز عليها أيضا وهي قايمة المركز المالي يعني نتكلم عن قايمة المركز المالي وهي بديل أيضا للميزانية العمومية والاختلاف من قايمة المركز المالي وقايمة والميزانية العمومية أن الميزانية العمومية بنعدها في شكل حرف تي جانب الأصول جانب اليمين يمينك هو جانب الأصول وعلى اليسار بنحط الخصوم وحقوق نسميها الميزانية العمومية ويكون لها جانب الأصول على اليمين والخصوم وحقوق الملكية على اليسار لكن بالطريقة الحديثة بنعد قيمة المركز المالي بشكل رأسي بنضع الأصول وبعدين نجيب مجموعة الأصول ثم بعد كده نضع حول الملكية والخصوم ونجيب مجموعة حول الملكية والخصوم في النهاية يبقى القيمة بتعد كده جزئين فوق بعض الأصول ثم بعدها الخصوم وحقوق الملكية يبقى هو الاختلاف بس من قيمة المركز المالي والميزانية العمومية واختلاف شكلي لكن بيانات قيمة المركز المالي هي نفسها بيانات الميزانية العمومية وما فيش اختلاف إلا أننا طبعا في الطريقة التقلضية بنعد الميزانية العمومية في صفحة واحدة جانب الأصول على اليمين وجانب الخصوم وحقوق الملكية على جسار لكن في ظل الطريقة الحديثة قيمة المركز المالي بتعد بشكل رأسي بنضع الأصول ونجيب مجموعة ثم بعد كده طبعا بنضع الخصوم وحقوق الملكية وبنجيب مجموعة وطبعا لا يخفى عليكم طبعا أن مجموعة الأصول بيساوي الخصوم زائد رأس المال أو حقوق الملكية دي معادلة الميزانية أو معادلة المركز المالي هنركز فيها ونقب بالنا أن الميزانية الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية وكذلك أيضا الأصول بتساوي الخصوم أو الالتزامات زائد رأس المال دي معادلة الميزانية ومعادلة المركز المال تعال نشوف بقى أو نسترجع مع بعض بيانات قيمة المركز المالي ونشوف الشكل أو ناخد نموذج شكل لنموذج قيمة المركز المالي ونفهم الاختلاف بينه وبين الميزانية عمومية وإذا أسعفنا الوقت ناخد تدريب على قيمة المركز المالي ما أسعفناش يبقى إن شاء الله نستكمل حدثنا عنهم في حلقة قادمة بإذن الله تعالوا نشوف مع بعض المقصود بقيمة المركز المالي طبعا هي قيمة أو عبارة عن كشف بيضم الأصول والخصوم وحقوق الملكية لمنشأة من المنشآت أي منشأة من المنشآت ونحن نركز هنا على المنشآت الفردية اللي بيكون طبعا صاحب رأس المال فيها شخص واحد وبيتم يعدادها طبعا بهدف أن نحن بنظهر المركز المالي المنشآة في تاريخ محدد أو في نهاية السنة المالية وزي ما وضحنا عزيزي الطلاب قيمة المركز المالي بتتضمن ممتلكات المنشآة أو مال المنشآة من أموال المتمثلة في الأصول في الجانب اليمين طبعا ده في ظل الطريقة التقلدية وليه الميزانية العمومية وفي الجانب الأيصر من خط الخصوم وحقوق الملكية اللي هو متمثلة فيما على المنشآة من أموال سواء لملكها المتمثلة في حقوق الملكية ورأس المال وما شابه ذلك وما على المنشآة من أموال الغير المتمثلة في الخصوم أو الالتزامات يبقى أو القصب عند في قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية قلنا بتضم الأصول والأصول دي عبارة عن كل الممتلكات اللي بتمتلك المنشاة سواء كانت ممتلكات ملموسة زي الأساس والسيارات والآلات والعدد والأدوات اللي احنا بنطلق عليها أيضا أصول سبتة لأنها بتستخدم المنشاة في أداء النشاط الخاص بيها والأصول غير الملموسة اللي هي أيضا أصول سبتة زي شهرة المحل وبراءة الاختراع والعلامات التجارية أنا عندي هبوب الأصول إلى أصول سبتة وأصول متدولة وأرصد مدينة أخرى أو دخلها الأصول السبتة هي اللي بتستخدمها المنشاة في أداء النشاط ومن ضمنها الأساس والسيارات والآلات والعدد والأدوات وما شبه ذلك من أصول ومن ضمنها أيضا شهرة المحل وبراءة الاختراع والعلامات التجارية الأصول متدولة ويبتكون عالية السيولة ومنها طبعا النقضية بالخزينة النقضية بالبنك البضاعة أو مغزون البضاعة في نهاية الفترة أوراق الأوراق القب والأوراق المالية دي كلها عبارة عن أصول متدولة أو مبالغ يمكن تحولها إلى نقضية بشكل سريع ولذلك بيطلق عليها أصول المتدولة من ضمنها أيضا عندنا القسم التابعة اللي هي الأرصد المدينة الأخرى دي بتبسلها في المصروف المقدم والإراد المستحق ودي طبعا هنقضي إن شاء الله في الصف الثاني بأنها بواب قيمة المركز المال لأصول والأصول بتضم أصول سبتة وأرصد مدينة أخرى دي بالتالي نفس التبويب الخاص بالميزانية جانب الأصول فيه الأصول السبتة والأصول المتدولة وأرصد مدينة أخرى جانب الخصوم وحقوق الملكية طبعا بيضم الخصوم والخصوم أيضا يعبار عن التزامات مستحقة على المنشأة للغير وبتضم طبعا خصوم سبتة ودي بتكون طويلة الأجل زي القروض طويلة الأجل اللي بتخصل علىها المنشأة من البنوك اللي من ضمنها القروض قصيرة الأجل أو الديون قصيرة الأجل زي الدائنون وعوراق الدفع وكذلك القروض قصيرة الأجل وعندنا أيضا قسم تالت أو تبويب تالت من تبويبات الخصوم وهو الأرصد الدائنة الأخرى وعندنا طبعا الأرصد الدائنة الأخرى عزيزي الطلاب دي بتضم طبعا مصروف مستحق وإراد مقدة وهنتعرف على هذه المستوحات إن شاء الله لما ندرس موضوع الجرد والتسويات الجردية طبعا هيبقى فيه الصف الثاني إن شاء الله القسم الأخير من جانب الخصوم وهو حقوق الملكية وطبعا حقوق الملكية بتمثل صافي حقوق من لك أصحاب المنشأة يعني رأس مال أصحاب المنشأة زائد التغيرات اللي حصلت عليه سواء كان فيه مسحوبات أصحاب المنشأة ساحبوا مبالغ منها فبيتم طبعا عشان إحنا في المنشأة فردية فبنستبعد المسحوبات من رأس مالهم ثم بنضيف الأرباح اللي حققوها خلال السنة على رأس مالهم أو بنطرح الخسائر طبعا المستخرجة من قائمة الدخل في ظل الطريقة الحديثة أو اللي بتظهري طبعا الطريقة التقليدية الحسابات الختمية في الطريقة التقليدية عشان نوصل لصافي حقوق الملك في نهاية الفترة المحسنية أو رأس المال في نهاية الفترة المحسنية قائمة المركز المالي هي نفسها الميزانية العمومية الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية تعالي نشوف نموذج لقائمة المركز المالي وعندي طبعا لو خدت بالك هي نفس البيانات لكن عملناها بشكل رأسي الأصول الأول وعندي الأصول المتمثلة أو بتضم الأصول السابتة ودي بتضم الأساس السيارات والآلات والعقارات والأراضي والمباني والعدد والعدد بنجمعهم ونجيب مجموع في الكل أنا عندي عمود للكلي وعمود للجزئي أجمع هنا المباني الجزئية وأضعها فين في الكل الأصول المتداولة متمثلة في الخزينة البنك هنا خبالنا جاري أو إذاع لكن سحبه على المكشوف أو بنك اعتماد ده طبعا التزام على المنشاع يبقى هنا عندي البنك جاري أو إذاع وعندي بضاعة أو مخزون آخر المدة والمدينين أو العملاء وهي مبلغ مستحقة لمنشاعة ده عملاء بدون إثبات القبض والأوراق المليئة أجمعهم أجيب مجموع الأصول المتداولة في الختاب طبعا في جنب الأصول عندي أرصيدة مدينة أخرى ودي بتضم مصروف مقدم وإراد مستحق مجموعهم وحطه فين في الكل أجمع بقى مجموع الأصول السابتة زائد مجموع الأصول المتداولة زائد مجموع الأرصيدة لمدينة الأخرى يديني مجموع أو إجمالي الأصول طبعا لازم إجمالي أو مجموع الأصول يساوي مجموع الخصوم الجزء الثاني في قيمة المركز المالي طبعا بيضم أول حاجة حقوق الملكية ودي طبعا بتبدأ برأس المال المستثمر في بداية السنة المالية بضيف عليه صاف الربحة المستخرج من قيمة الدخل او بطرح منه صافي الخسارة اذا كان صافي او ناتق قيمة الدخل الخسارة وبطرح المسخوبات عشان اوصل لحقوق الملكية في ناية الفترة يعني في 31-12 او رأس المال في 31-12 وطبعا احنا قلنا دي حقوق الملكية في مشروع فردي او في منشأة فردي بعد كده عندي الخصوم السابتة وخصوم السابتة عندنا القروض طويلة الاجل وعندنا الخصوم المتدولة متمثلة في الدائنين او الموردين واوراق الدفع والقروض قصيرة الاجل بجمعهم وحط مجمعهم في الكلي بنفس الطريقة جيب الارصد الدائنة اخرى متمثلة في المصاريف المستحقة والاراضي المقدم بجمعهم بجمع المبالغ دي وحط مبلغهم في الكلي اجمع بقى رأس المال في 31-12 زائد الخصوم السابتة اللي هي متمثلة في القروض طويلة الاجل زائد الخصوم المتدولة زائد الارصد الدائنة اخرى يديني مجموعة الخصوم وحقوق الملكية المعلومة اللازم نأكد عليها أن مجموع الأصول لازم يساوي مجموع الخصوم وحقوق الملكية معادلة الميزانية الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية سواء عدناها بالطريقة الحديثة في شكل قيمة مركز مالي الأصول ثم بعد كده الخصوم وحقوق الملكية أو عدناها في شكل في شكل طبعا ميزانية عمومية أصول وخصوم سواء بالطريقة التقليدية أو بالطريقة الحديثة عزاء الطلاب ما فيش أي مشاكل الأصول بتساوي الخصوم زاد حقوق الملكية دي عزاء الطلاب الطريقة اللي بنعد بها القوام المالية في ظل الطريقة الحديثة أو الاتجاه الحديث لإعداد القوام المالية وهنا مركزين على قائمتين أسستين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي بتمنى أنتم تكونوا يستفدتم من حلقة اليوم وتعرفتم على الطريقة نقدمها قيمة الدخل وازاي من استجمتاج صافي المباعات وتكلفة المباعات وصافي تكلفة المشترات ومجمل الدخل وصافي الدخل. بتمنى لكم ان شاء الله بإذن الله ان انتم تستفيدوا من او تحاولوا ان انتم تراجعوا على الاجزاء اللي احنا خدناها اليوم. ازاي بنقد قيمة الدخل وقيمة المركز المالي. وان شاء الله بإذن الله انتظرونا في حلقة قادمة من حلقات منهج مبادئ المحاسبة المالية. هنستكمل فيها حديثنا عن القوائم المالية بالطريقة الحديثة. والى ان نلقاكم على خير ان شاء الله نترككم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.